وعلى فرضي صحة تأويل هذه الآية بوجودي هاد لكل أمة ولكل جيل فإنها لا تمتج يقيناً ولادته ووجود شخص اسمه محمد بن حسن عسكري الآية بعيدة جداً عن الموضوع إنما أنت منظر ولكل قوم من هاد وطلعنا مولود بن حسن عسكري بشلون جاب القصة على هذه الآية وأين هو وما الدليل على ولادته ولماذا لا يقوم بدور الهداية للشيعة ويرفع اختلاف المراجع فيما بينهم إذن فلا هادي لنا اليوم من الله ولا يجوز أن نفترض وجود شخصاً لا يقوم بدور الهداية إذن فإن هذه الآية لا تشكل دليلاً على وجود ابن الحسن ولكن مكتب السستاني والسستاني ما أدر هو بنفسه ولا لا يعتقد أن هذه الآية شكل دليل على وجود وولادة محمد الحسن عسكري حجيب غريب يعني بشي أبداً وين واحد بشي بالشي معلو بشي بالجنوب بشي بالشرق بشي بالغرب إن الباحث في مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب السستاني يحاول أن يبني نظرية إمامية إلهية عامة خيالية ثم يحاول أن يطبق تلك النظرية على سلالة معينة من بين سلالات أهل البيت المتعددة في عدنا حسنين وحسنين وعلوين وفاطمين وكذا وكذا هو يفترض عن هذه السلالة ثم يحاول أن يفترض وجود إمام معين من تلك السلالة هو محمد بن حسن عسكري مع أنه بإمكاني أن يضع أصبعه على أولاد أئمة آخرين كأئمة الإسماعليين المختفين وراء الستار مثلاً لماذا لا يعني؟ قد يكون دولاك أصح من دولاً ولكنه يتعامل مع القضية بقدر كبير من الافتراض التعصفي والتأويل الاعتباطي ويدعي أنه يتحدث عن عقيدة إسلامية دي يسوي لك عقيدة بهالطريقة هذه أو عقيدة من عقائد أهل البيت أعوذ بالله أهل البيت لا يعرفون هذا الشيء ولا قايل ويتشبث الباحث السستاني بكل قشة ويحاول تأويل ما استطاع من آية القرآن الكريم فيعمد إلى آية أخرى وهي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون هي الآية التي تقول الذين آتيناهم الكتابة من قبله هم به يؤمنون والتي تعني ولقد وصلنا يا محمد لقومك من قريش ولليهود من بني إسرائيل القول بأخبار الماضين والنبأ عما أحللنا مهم من بأسنا اذ كذبوا رسولنا وعما نحن فاعلون بمن اقتفى آثارهم واحتذا في الكفر بالله وتكذيب رسله مثالهم ليتذكروا فيعتبروا ويتعظوا وأصلهم من وصل الحبال بعضها ببعض ولكن الكاتب في مركز الأبحاث التابع للسستاني يقول إن إيصال القول أي تبليغهم بآيات الله وأحكامه وهذه لا يقوم بها إلا الإمام وهذا الإمام لازم يكون معصوم معي من الله وفي زماننا هو الإمام المهدي عليه السلام فلابد من وجوده ليتم صداق هذه الآية الآية تعني في شيء وراح خلص جبنا لكم أخبار الأمم السابقة واللي عذبناهم وانتهى الموضوع ليش تطل تأصر الآية تأصر الآية تأصر الآية وتريد تطلع من عدفة إمام مولود تولدها إمام يعني ويستشهد بحديث آخر أيضا من دون سنة دائما بصورة أخبارية حشوية عجيبة يعني عن الصادق عليه السلام في قوله ولقد وصلنا لهم القول قال إمام بعد إمام جاء في التفسير أن الإمام قال لشكله إمام بعد إمام وين الإمام وين الإمام بعد إمام بهذه الآية وكما هو ظاهر يقوم الباحث السستاني يعني النسوب للمكتب السستاني بافتراضي وجوبي وجودي من يوصل للقولة باستمرار وأن ذلك الشخص هو الإمام المعين من قبل الله وأنه من سلالة معينة من أهل البيت وأنه موجود حاليا رغم عدم وجود أي أحد يقوم بإيصال أي شيء هذه الأيام وإنما مجرد افتراض في افتراض في افتراض خيال في خيال في خيال